اشتركوا في القناة بل كان ملزما بالتقية بمخالطة السلطان ومجالسته وان كان السلطان جائرا كان على الحسين الدعاء له لاصلاحه فقط لكن الحسين خالف كل هذه الامور اي ان كتب الشيعة خطأت خروج الحسين بالسيف وهو لم يكن مكلفا بذلك لان المهدي هو الوحيد المكلف بذلك ثم ان الحسين لم يلتزم بالتقية مع ان المهدي هو الوحيد الذي لا تسعه التقية ثم وضحنا ان الحسين خرج بدون انصار وكتب الشيعة قالت من يخرج بدون انصار يكون قد القى بنفسه الى التالكة نحن عندنا ان الحسين الشهيد رضي الله عنه قتل غدرا بعد خيانته من طرف شيعته جروه الى المصيدة والشراك والفخ لقتله لاتارة الفتنة من جديد بعد عشرين سنة من الامن والامان والازدهار والاتحاد والاجتماع تحت راية واحدة ونشر الاسلام وفتح البلدان وهذا لم يعجب اعداء الدين بطبيعة الحال فخططوا لاتارة الفتنة من جديد بقتل الحسين رضي الله عنه فنحن ليس عندنا الحسين خرج على يزيد نحن عندنا الحسين في كربلا طلب العودة من حيث اتى او يذهب الى يزيد ويضع يده في يده وهذا يعني البيعة او يذهب الى تغر من تغور المسلمين ويكون مجاهدا فاين الخروج اذا لكن نحن نخاطب عقول الشيعة ونوضح لهم ان كتبهم تطعن في الحسين وما سطره في كتبهم انقلب عليهم وان الحسين القى بنفسه الى التهلكة وهذا بيناه في الحلقة الماضية وما دمنا في التهلكة نذهب لتهلكة اخرى للحسين في كتب القوم وان الحسين خالف الامر الالهي بتعجيله الخروج فهولك وهذا سيتبين من خلال هذه النصوص هذا امامنا كتاب الكافي لشيخهم الكليني في الجزء الاول اي اصول الكافي يقول تحت باب كراهية التوقيت عن ابي حمزة ثمالي قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول يا تابت ان الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الامر في السبعين ان الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الامر في السبعين فلما ان قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على اهل الارض فاخره الى اربعين ومئة فحدثناكم فادعتم الحديثة فكشفتم قناع السطر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا ويمحو الله ما يشاء ويتبته وعنده ام الكتاب قال ابو حمزة فحددت بذلك ابا عبد الله عليه السلام فقال قد كان ذلك طيب بماذا حكم المجلس على هذه الرواية وما هو هذا الامر الذي حدده الله تبارك وتعالى في السبعين هذا امامنا كتاب مرآة العقول في شرح اخبار اهل الرسول للعلامة المجلسي في الجزء الرابع صفحة مئة وسبعين يقول تحت باب كراهية التوقيت يقول عن الحديث الحديث الاول صحيح اذا الحديث الذي قرأناه صحيح ثم يشرح وقت هذا الامر ما هو هذا الامر يقول وقت هذا الامر اي ظهور وقت هذا الامر اي ظهور الحق وغلبته على الباطل اي ظهور الحق وغلبته على الباطل بيد امام من الائمة لا ظهور الامام الثاني عشر في السبعين اي من الهجرة النبوية او الغيبة المهدوية اذا لماذا الحسين لم يلتزم بالتوقيت الالهي الذي حدده الله تبارك وتعالى وقت الامر في السبعين والحسين لم يلتزم بهذا التوقيت وخرج قبل الوقت خرج في الواحد والستين هل الحسين الذي يعلم الغيب كان يجهل وقت التمكين فخرج قبل الوقت فقتل الشيعة كاتبوا الحسين بالقدوم الى الكوفة وهو يعلم ان ظهور الحق وغلبته على الباطل كما قال المجلسي يكون في السبعين اذا لماذا قدم الحسين استعجال الناس على الامر الالهي لماذا قدم استعجال الناس على الامر الالي اي ان الامر يكون في السبعين والحسين يخرج في الستين ويقتل في الواحد والستين هذا كتاب العوالم الامام الحسين عليه السلام للشيخ عبدالله البحراني في صفحة 183 يقول وكتبوا اليه اي شيعة الحسين وكتبوا اليه بسم الله الرحمن الرحيم الى الحسين بن علي من شيعته الى الحسين بن علي من شيعته من المؤمنين والمسلمين اما بعد فحي هلا فان الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك فالعجل العجل ثم العجل العجل والسلام اذا الشيعة استعجلوا الحسين الشيعة استعجلوا الحسين فلماذا الحسين قدم استعجال الناس على الامر الالهي لنرى حكم المستعجل والحسين قدم استعجال الناس على الامر الالهي لنرى حكمه في كتب القوم هذا امامنا كتاب الامامة والتبصر من الحيرة للفقه المحدد ابن بابوايه القمي والد الشيخ الصادوق يقول في الرواية رقم 87 يقول محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده إذ دخل عليه مهزم فقال له جعلت في داقة أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره متى هو قال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون إذن أبي عبد الله يقول وهلك المستعجلون إذن الحسين هالك في كتب الشيعة فأي طعن بعد هذا الطعن في كتب الشيعة وعليه فإما الحسين أخطأ بخروجه قبل الوقت الإلهي الذي وقته في السبعين وإما الله تبارك وتعالى والعياد بالله أخطأ في التوقيت وبخروج الحسين لم يجعل الله بعد ذلك وقتا لا سبعين ولا أربعين ومئة إذن خروج الحسين ليس شرعيا من كتب الشيعة لأنه لم يخرج في التوقيت الإله إذن كتب الشيعة هي التي تخطئ الحسين الشهيد رضي الله عنه وتطعن فيه نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة